ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعنا دلوقتي أستاذ أيمن عبد الرحمن خبير تسويق عقاري أهلا بحضرتك أستاذ أيمن نورتنا في البداية عرفنا بحضرتك كده وعرف المشاهدين بيك أنا أيمن عبد الرحمن أنا شغال في مجال البيع والتسويق العقاري تقريبا 12 سنة شغال في المدن الجديدة وتركيز شغلي معظمه على القاهرة الجديدة عموانيا المدن الجديدة وبالأخص القاهرة الجديدة طيب ليه أسعاري عقارات بقت مرتفعة بشكل مبالغ كده عايزين نعرف من حضرتك بصي هو السؤال ده كل الناس بتسأله العقار بيتكون من مكونات أرض فضية أرض فضاء بالبلد كده أرض فضاء ومبنى ومرافق ومصروفات تسويق إزاي أبيع الأرض النهاردة بقى قيمتها عالية جدا كبيرة عالية جدا الأرض معظم الأرض اللي وقت تنزل للمقتربين وبالدولار لكن فيه قرار اتاخذ من حوالي ثلاث أسابيع بالضبط القرار ده بيقول إيه القرار ده بيمنع بيع الأراضي لأفراد فبقى الأراضي بس للشركات ممكن القرار ده يعني يساهم الله أعلم يعني أنا شخصيا تواقع ممكن دينا تهدى شوية لأنه هتبقى بس مش هينفع أي حد يشتري أرض غير لما يكون شركة شركة مسجلة ده فدي قيمة الأرض الحاجة الثانية قيمة المباني النهاردة الحديد وصل 15 ألف جنيه قيمة المباني ذات نفسيها بقت مرتفع يعني قيمة عالية جدا نيجي لحاجة الثالثة بقى وهي المرافق الترخيص قيمتها مش عالية لكن بتاخد وقت كتير فده بيخلي إيه ده بيخلي أنا دورة رأس المال بتطول لما دورة رأس المال بتطول بالتالي أنا عاوز عليها ربحة أعلى أكثر رابح حاجة دي أربع حاجات أساسية في أي عقار في أي عقار مصروفات التسويق يعني إيه مصروفات التسويق النهاردة معظم معظم الدعاية والإعلانات بتبقى على السوشيال ميديا السوشيال ميديا تحتكرها شركات عالمية الشركات العالمية بتعمل مضربة بين اللي عاوز في الإعلانات المولة بين اللي عاوز يظهر إعلانه أكتر فأنا أيمن بعمل إعلان أنت رانيا بتعمل إعلان اللي بيدفع أكتر هو الإعلانه بيظهر فبالتالي التكلفة بقت عالية جدا وكل ده في النهاية من اللي بيدفعه العميل طب القانون اللي بقى له ثلاث سبيع ده هيدا يتطبق من إيه هو بالفعل يتطبق ما هو ده قانون طرع قرار اتعمم على هيئة المجتمعات العمرانية على مستوى جمهورية مصر العربية كل المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ممنوع بيع الأراضي لأفراد هيبقى البيع للشركات ده ما عدا ينزل أسعار ده يعني أنا أتوقع أنه ممكن يهدد دينا شوية ده توقع شخصي عشان يبقى برضك إحنا عندنا أمانة الكلمة للمشاهدين ده توقع شخصي طيب ارتفاع الأسعار بالأخص في المدن الجديدة بزيادة شوية هقول لحضرتك النهاردة المدن الجديدة فيها خصوصية في المباني يعني أنا الزمان إحنا كنا مثلا بنبني في فيصل في الهرم في بقية نصر أرضي و 11 دور النهاردة ما قدرش عمل ده في التجمع ما قدرش عمل ده في زايد بقنا بنبني دورين وروف صحي كده أرضي ودورين وروف في العمير أرضي و 3 أو أرضي و 4 ففي النهاية عمل قيمة كبيرة للوحدة السكنية بقى سعرها أعلى طب العكوار اليومين دول عشان نشتري عكوار دي فرصة ولا دي مخاطرة هقول لحكي لحاجة إحنا لو قارننا النهاردة أنا معي فلوس أو أي واحد معي فلوس وعاوز قيمة أو وعاء يحفظ فيه الفلوس دي عنده الدهب عنده الدولار عنده العقار العقار رغم الحاجات اللي بتحصل لكن العقار هو أفضل استثمار أكثر من الدهب شعب المصري بيقولك أن الدهب أكثر استثمار بص حضرتك لو حضرتك بعد التعويم لا العقار أفضل لو إحنا جبنا قيمة الدهب من التعويم لليوم هتشوف يزادت قد إيه والدولار بعد التعويم والعقار هتلاقي العقار زاد أكثر العقار حتى لو حصل ركود في مقولة تقولك إيه العقار يمرض ولا يموت العقار في النهاردة ركود بكرة هيشتغل هيشتغل طيب فيه شرط أو حاجة فيه شروط مثلا عشان يبقى العقار يبقى فرصة مش مخاطرة فيه شروط لكده؟ طبعا إن أنا أحسن الاختيار مشتريش في أي حتة أحسن الاختيار وأكون عارف أنا عاوز إيه بالظبط يعني أنا عاوز أشتري عقار بغرض الاستثمار ولا بغرض السكن أكون عارف لما حدد أهدافي أنا عايز إيه؟ بالظبط كده أكون أنا محدد أهدافي أنا عاوز إيه بالظبط عشان لما أشتري حاجة أنا إيه هتنسبني مش أشتري حاجة عشان يخلي العقار يكون أفضل استثمار عشان كمان حاجة مهمة جدا إن أنا أحقق هدفي أنا هدفي السكن فلاقي حاجة أسكن فيها تبقى مناسبة لي مروحش أجيب مساحة ضخمة جدا أنا مش محتاجها ولما أجأ بيها ما أعرفش بيها يعني لازم أحسن الاختيار بالأنا عايز إيه؟ عايزها سكن عايزها إداري عايزها طبي في أي مجال أنا لما بحدد هدفي بكون عارف أنا عايز إيه؟ بصيب الهدف وبالتالي فبنجح طيب كنت عايز أعرف من حضرتك ليه لما مثلا المباني الأديمة مثلا 140 متر في الهرم في فيصل 140 متر تحس ثلاث قوة كبار المساحة يعني كبيرة تحس إن الشواء كبيرة ممكن 140 متر في المدن الجديدة لأ قطين وحاجة صغيرة كده إيه بقى موضوعها؟ السؤال ده تقريبا أنا بتسئله يوميا ومن كل العملة يعني أنا جاي دلوقتي أنا كنت مع عملة كان بيسأله برضك نفس السؤال ده وبالأخص هو كان ساكن في الهرم فجاي بيقول لي الشقة عاوز حاجة في القاهرات الجديدة فبيقول لي أنا دلوقتي دي الشقة دي 200 متر لكن 200 متر اللي أنا أعد فيها ضعف الشقة دي تقريبا بصوا حضرتك كل الناس اللي اتكلمت في موضوع تحميل الخدمات في نقطة سقطة عندهم وهي إزاي الموضوع ده نتج يعني إيه؟ زمان هقول لي حضرتك زمان إحنا لما كنا بنشتري أرض كنا بنشتري أرض مثلا في فيصل في الهرم كنا بنشتري الأرض 500 متر بنبني على 500 متر صح؟ طيب صافي صافي بنسميه إحنا البنع الصامت ببني خد 500 متر ببني على 500 متر بس بيطلع فيها مدخل منور سلم أسانسير كلها حاجات بسيطة جدا لما بتتوزع على عدد الأدوار مع مساحات الشقة مع عدد الشقة الموجودة بتبقى نسبة ضعيفة جدا لا تذكر يعني الشقة المتقى 190 متر مثلا بتبقى صافيها 180-175 فمش بينها طيب لما انتقلنا لمناطق تانية زي مدية نصر زي مصر جديدة بقى بنبني اللي حصل بقى هقول لحضرتك بقى بنبني على 60% من مساحة الأرض و 66% من تكارب ما كده بيهدر بقى مساحة الشقة؟ هي المساحة دي أنا ما بسمهاش مساحة متهدرة ولكن هي مساحات تهوية للمكان يعني أنا لما يكون عندي أرض 1000 متر ببني على 600 متر المساحة البقية دي 400 متر دي تهوية للمكان لكن برضو مع ارتفاعات الأدوار اللي كانت موجودة في مدينة نصر في مصر الجديدة برضا كانت النسبة ضعيفة لما يكون عندي برج 11 دور وهوزع عندي 3 شقة في الدور هوزع 400 متر على 3 شقة بتبقى في النهاية 10% مثلا لما روحنا للمدن الجديدة أكتوبر زايد العبور القاهرة التجمع بالظبط كده أصبح الوضع بقى يختلف بقينا نبني على متوسط 50% من ساحة الأرض فيه مناطق 40% وفيه مناطق أكثر 50% يعني مناطق 40% مناطق 50% يعني معظم القاهرة الجديدة مثلا على سبيل المثال 50% دور أرضي 55% وتكرر يعني أنا لو عندي 1000 متر بابني على كم؟ على 500 متر فقط مثلا نصهم نصهم طب النص التاني رايح فين؟ النص التاني أنا كمشتري أنا منتفع به كمساحات تهوية كخصوصية زمان كانت الشواء لزق في بعض يعني لو نديت على حمد ابنك حمد ابن الجيران هو اللي يرد عليك لكن النهاردة النهاردة مع مساحات الفراغات دي ما حدش فيه سمع فيه خصوصية فيه خصوصية أكتر لكن خليني برضك الشيء بالشيء يذكر أن فيه بيحصل تلاعب فيه المسألة دي اللي هي إيه؟ اللي هي تحميل الخدمات المفروض المفروض أنا عندي مبنى 1000 متر أرض 1000 متر ببنى على 500 متر المفروض الـ 500 متر التانيين دول بوزعهم على الشقق ديات واخدبال حضرتك عندي مثلا الدور فيه ثلاث شؤاء والمبنى خمس دوار ثلاثة في خمسة في خمستاشر الخمسمية على خمستاشر خلاص ده بنسميه احنا يعني إيه؟ هي دي نسبة تحميل الخدمات؟ دي تحميل خدمات عادلة بنسميها أنا تحميل خدمات عادلة يعني إيه؟ واقعية جدا البساحة الفاضية بنقسمها على إيه؟ بالعدل ما بين السكان بالعدل ما بين السكان ظهر حاجة بعد كده وفيها نوع من الخداع للعميل وأنا بقول لكل المشاهدين خلوا بالكم من النقطة دي جدا 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 أنا عاوز أقول له حضرتك على حاجة أنا كنت بسأل حد وأنا جاي هو خبير في وزارة العادلة بيقول لي معظم المشاكل عندنا في لجنة الخبرة بيقول لي أن معظم المشاكل مشاكل تحميل خدمات حضرتك اشتريتي مني شقة على الورق الشقة دي 300 متر بعدما جيت تستلمي لقتها 200 متر نروح نخش بقى في نزع قضائي تحصل مشكلة كبيرة فإحنا عشان ما نقعش في المشكلة دي نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ عشان ما يعوش في المشكلة دي طيب هقول لي حضرتك أولا أنا لما أروح أشتري شقة لو هي شقة استلام فوي يعني أنا أنا هارده في شقة هي مبنية وموجودة رايح أشتريها رقم واحد أقسها أقسها عشان أعرف أو أطلب الأوتوكاد الأوتوكاد من الشركة المنفزة عشان أعرف المساحة الصافية بتاعة الشقة دي أديه وتحميل الخدمات أديه طيب أنا مش عارف أعمل كده ومش عارف أعمل كده هقول لحضرتك هدية للبرنامج عند حضرتك أي حد يبعتلك عاوز يعرف المساحة الصافية بتاعت شقة إيه؟ أديه لمدة شهر مجانا ابعتها لي وأنا هقول لحضرتك يعني أي حد يتفارج على عنيشها صح يبعت لحضرتك؟ أي حد لمدة شهر عاوز يعرف مساحة مساحة الشقة بتاعته الصافية قد ايه والنسبة التحميل لخدمات قد ايه يبعت لحضرتك وإحنا هنعملها له إن شاء الله والأمر بسيط جدا طيب أنا بقى عشان عشان أشتري وما أعشف المشكلة دي أعمل ايه لو أنا أقول إحنا خلاص إحنا اتفقنا لو استلام فوري هقيس خلاص ما فيهش مشكلة طيب لو حاجة تحت الإنشاء رايح أشتري في كومباوند رايح أشتري من أي مطور عقاري في أي مكان أقوله هنكتب في العقل هنحط الرسم الأتوكات بتاع الشقة كنسخة كصفحة من صفحات العقل وهو يمضي عليه وأنا أمضي عليه يبقى أنا كده بلزمه بالمساحة بالمساحة اللي كتبها بالمساحة اللي كتبت وبعد كده هو هيزود تحميل يبقى أنا عارف من البداية تحميل الخدمات اللي هو هيزوده ده الدين يبقى كده أنا يعني بشكل أو بآخر أمنت نفسي ليه بقى لإني أن يعني إيه أنت عارفها الموضوع ده بيعمل إيه الموضوع ده بيعمل إيه اللي هو أنه موضوع تحميل خدمات الزيادة ده بيخلي مثلا أنا مثلا ببيع في أي منطقة مثلا في التجمع في البنافسج في اليسمين في اللوتس أي منطقة من موضوع التجمع فالعميل يجي يقولي يا أيمن المتر عندك بكام أقوله الله المتر بكذا عشان أنا بحامل خدمات مثلا 20% يقولي ده اللي جنبك بيبيع نفس المتر أنا بقول له مثلا بعشر تلاف وقل لي اللي جانبك بيبيعوا 8000 جنيه لا القصة مش كده القصة ان هو بيحمل خدمات قد ايه يعني نسبة تحميل الخدمات في الشركات التطوير العقاري مش واحدة لا مش واحدة خالص للأسف مش واحدة واحنا ندعو يعني الناس كلها انها تلتزم بحاجة واحدة بحيث ان احنا نأمن الناس نأمن العملاء ونديهم نوع من الثقة في كل شركات التطوير يبقى نموذج مش منقول ابني نموذج واحد ولكن يبقى عندنا نسبة تحميل عادلة على كل الناس طيب لو انا شخصين هشتري شقة عايز اعرف اما جابحها بسولة الرسيل بتاعها يبقى بسولة ازاي اه يعني عاوزة تشتري مثلا شقة اه مثلا معاك فلوس كتير ما شاء الله يسهل بقى طيب بص حضرتك انا لو عاوزة اشتري شقة واضمن الرسيل السهل بتاعها لازم اشتري طبقا لمعايير الشراء معايير الشراء اللي هي ايه اللي هي ايه في مجموعة معايير اه انا لو مشيت فيها صح هنجح ان انا بيع بسهولة ان انا بيع بسهولة وكمان هنجح ان انا اختار صح ليه الناس بتوعى التلف كتير جدا 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 يعني ممكن يقعد سنة او ستة وشهر يلف على شقة وفي الاخر يزهق من كتير اللاف فيضطر انه يجيب اي حاجة بقى خلاص يجيب اي حاجة بقى خلاص يجيب اي حاجة زهة فعلا طب هقول له حضرتك اول حاجة اللوكيشن اختار لوكيشن كويس اختار نسبة تحميل خدمات اعرف نسبة تحميل خدمات قد ايه الفيو بتاعي ببص على شارع ولا ببص على حديقة انا عايز ايه انا عايز ايه ودي لده نسبة برضك السعر طب نظام السداد طب موعد الاستلام هستلم امتى واخده بالحضرتك طب التشتيب الدخلي والخارجي مهم جدا لان ممكن واحد يعمل وجهة وجهة عمارة تتكلف 30-40 ألف ممكن واحد يعمل وجهة تتكلف 100 ألف ده غير ده ممكن واحد يعمل في واحد ظروف وامكانيات لا القصة مش في الظروف القصة انه هو يبيعها لامكان بقى انا كمشتري عاوز اكون واعي وحط فلوسي في حاجة انا ضامن ان هي تساوي القيمة دي اه وقد بيال حضرتك فاشوف التشتيب الداخلي في واحد ممكن يحط اسانسير شندلر مثلا يخش له في مليون جنيه واحد تاني يجيب اسانسير 120 ألف جنيه هل ده زي ده لا طبعا التأسيم المدخل كل دي كل دي معايير التصميم المعماري ناس متاخدش بالها منه خالص وهو ايه انا ممكن ممكن الاقي شقة مساحتها مثلا صفيها 170 متر لكن مدياني 3 غرف نوم ويرسيبش انتلق قطع وتجب تحميل متاعتها كويس وكمان المهندس المعماري اللي مصممها ومصممها بشكل كويس ممكن واحد تاني ضعيف معماريا فتحس ان الشقة يعني فيها 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 طرق كتيرة طرق توزيع كتيرة تحس ان المساحة ضيعة فلازم المقاول يجيب يعني مهندس لازم شركة التطوير تجيب مهندس معماري ما تستخسرش وانا نداء لكل شركات التطوير دي نقطة بيقع فيها اي واحد مهندس ما احترامنا مدني مثلا دي خلاص هو يرسم لنفسه ويقول لك ابني لا روح لمعماري شاطر لان ده ده اللي هو بيختلع لك الحاجة شكلها كويس طيب في النهاية بشكر حضرتك ونشكر استاذ ايمان على وجوده معنا انت زلونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة